لا حول ولاك واتا اللي بالله العليه العظائم لا حول ولا كواتا اللي بالله العليه العظيم لا حول ولا كوات علا بالله العليه العظيم استغفر الله العظيم الناس هو الا 1960 سلام عليكم ازايكم." يعني ما علش الفيديو النهارده كده مش زي ما بتعمد دايما يمكن بقى لي اربع سنين ونص معاكم على اليوتيوب دايما الفيديوهات زي ما انتم بتقولوا ان بتشجعينا وبتدينا نشاط وحيوية وكل طاقة ودايما بتكلمينا باسلوب طاقة ودايما بتشوف الفيديو وبنقوم نقل بالدنيا ونتشجع يعني في تنظيف الشقة او كل واحدة كانت بتنظف بترقيتها مثلا فبتعمل بترقية معينة بنستفاد من بعض وبيبقى في افادة فيعني اللي حصل ان كنت لازم اشاركوا حاجة زي كده انا ما عرفش في ايه بالزبط يا جماعة والله يعني فجأة كده بقالي شوية كده يعني بقالي يجي اسبوعين كده او اكتر ما فيش نفس خالص اني انضف مريش نفس نهائي ان اشيل حاجة من الارض او امسك انضف شبابيك او انضف اتربة او ازعب او اعمل اي حاجة من ترتيب البيت يعني يمكن كل اللي كنت بعمله ان انا يدوب بعمل الاكل وخلاص يعني بطبخوا والموعين وخلاص على كده وطبعا اولاد صغيرين مش هيعرفوا برضو ان هما يشيلوا ونضفوا الكلام ده يعني على قد مسلا بيشيلوا مكان مسلا مكاله وعمله وسوه بس يعني فيمكن انتم ملاحظين برضو ان في القناة بقالي كم فيديو يعني يدوب مسلا نزلتها كم فيديو تحت عند حماتي قبله فيديو الازم بتاع عامي دعاء قبل كده يعني فاهمين مفيش تنظيف بقالي شوية يعني برضو يعني يمكن لما بصور مسلا الفيديو مش بنزل وقتها بتأخر شوية يعني بيبقى بعده بكم يومين تلاتة يعني الفيديوات مش بتبقى بيوم بيومها يعني لو بيومها مسلا بقول لكم او كده يعني ففجأة انا مش عارف انا ما عارفش في ايه بصراحة يعني مفيش نفس خالص خالص اني اشيل او انضف يمكن شفتوا الايام اللي فاتت كان فيه عواصف وفيه اتربة والبلكونة مليانة اتربة والدنيا اتعفرت يعني بقوم كل يوم اقول ان شاء الله بقر هقوم هتحمس واتشجع وهقوم وعم بقوم خلاص يعني معيني انا فيه وقت قدامي مش ان انا مثلا مش فاضية ولا حاجة لا او انا قويسة بس ما فيش سبحان الله مش قادرة او يعني النفس ما فيش خالص حاجة كده زي بيكون بتمنعني حاجة كده سدة نفسي نفسي مسدودة نفسي افلت خلاص عارفة ما يكون انت حاجة افلت من ناحية حاجة معينة فيعني عمزة يكون مستحيل ان هي تعملها او كده فتخيلوا انت بقى انا عجبت النهار ده واحدة تتنظف معايا تساعدني يعني وتنظف معايا عشان زي بقولوكم خلاص بقى الواحد ما عادش طيق يقعد في الشقة بالنظام ده فيه بهدلة وفيه اتربة ولازم الحاجة تطلع تشمس وبالقنات عايز تتمسح وبهدلة زي ما انت شايفين معايا في الفيديو فيعني عايز اقول لكم صاحبان علي نفسي قوي اقول فيه ايه يا جماعة ده الناس بتتشجع مني ودايما يقولوا فيه يعني بتدينا طاقة ودايما بتشجعينا وبتحمسينا وصلت للدرجة جديدة ان انا معندش لي المزاج ان انا انظف يعني جيت حدي يساعدني مسلا في البيت مش عارفة فيه بالضبط بجد يعني عايز حدي يقول لي فيه ايه ايه اللي حصل يعني حسب الله نعمل وكيل حسب الله نعمل وكيل حسب الله نعمل وكيل انت حسب ووكيلي الناس اللي بصة دايما في الحاجة او الناس اللي بكومنتاتها سلبية في بعض الكومنتات بس انا دايما ما باخدش بيها يعني فيه كومنتات بديجي بس انا بتغاضي عنها ما بحبش اعمل مشاكل ما بحبش افضل اطلع اقول ايه بتقول ولا كزا خلاص اقول ايه يعني مثلا يعني كومنت اتنين تلاتة مش مشكلة يعني لكن الاغلبية بتبقوا كويسين فمش عارفة مش عارفة يعني هو اصلا ماشي الحسد موجود في القرآن وكل حاجة بس انا ما عرفش في ايه بالزبط يعني احد يعني سمحتوا يعني قلولي في كومنتات ده ايه بالزبط وايه الحل واعمل ايه عشان انا خلاص يعني تعبت تعبت من جوية ومش عارفة اعمل ايه بل شوية كده من نفسي مقفوله خالص عن موضوع التنظيف ده خالص نهائي يعني وطبعا انتوا عارفين قصلا مفروض دخلت رمضان وفيه شغل كتير داخل علينا والمفروض ده موسم يعني موسم هنعمل فيه حاجات كتيرة من سواء من تفرزات وخزين وتنظيفات وتجددات وتغيرات وحاجات من دي كتيرة فعايزة اقول الله عليكم تقولولي ايه الحل وتدعولي كتير وربنا يقدرنا يا رب ويعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة